الرقية الشرعية هي أن يقرأ الإنسان الآيات القرآنية التي هي رقية وأيضا يأتي بالأوراد النبوية التي أرشد إليها النبس سلم بنية الاستشفاء وهذا أنا أنبه إخواني أن بعض الناس الآن مثلا يجيب مسجل يقول هذا رقية هذا مو برقية هذا تعلم الرقية المسجل أو اللي في الموبايل أو المحمول من الرقية والقراءة هذا ليس رقية هذا التعليم للرقية الرقية لابد أن يخرج معها نفس نفسك هذا الذي اختلط بالقرآن هو المبارك ولذلك سماع الرقية من الإذاعة أو من المسجل أو من المحمول هذا سماع وليس هو الرقية الأمر الثاني بعض الناس يقرأ القرآن من دون استشعار نية الاستشفاء فأنت تطلب من الله الشفاء يعني كأنك الآن تتناول دواء هكذا هو الرقية فلما ترقي نفسك يعني أنت تستحضر هذا المعنى تسأل الله جل وعلا أن يعافيك وأن يرفع عنك البلاء والرقية يا أخي الفاضل مثلا من القرآن تقرأ سورة الفاتحة وهذه أعظم سورة تمثل رقية وتكررها باستمرار والنبي عليه الصلاة والسلام سمّها رقية سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن آية الكرسي أيضا لما اجتملت عليه من أسماء الله تعالى الحسنة كذلك القواقل الثلاثة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ رب الناس هذه تقرأها على نفسك بارك الله فيك وأيضا عندك مثلا الأوراة أعوذ بكلمات الله التامات مشهر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين اللامة أيضا تضع يدك على موضوع الألم مثلا هنا ولا هنا تقول باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع عليم لاحظ وعندك بعض الأدعاء اللهم رب الناس أذهب الباس إيش في أنت الشافي لا شفاء لا شفاء شفاء لا يغادر سقما وهكذا الأدعاء الأخرى بارك الله فيك